اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب ان الانجازات المتواصلة لمملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اصبحت اليوم نموذجا فريدا ومتقدما لدول المنطقة في مجالات عديدة واشادت معاليها بما حققته مملكة البحرين في مواصلة تبوء تصنيف الفئة الاولى وللعام الثاني على التوالي ضمن الدول الاكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالاشخاص على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي تعني له وزارة الخارجية الامريكية باعتباره انجازا نوعيا يضاف لسجل الانجازات الحضارية المستمرة وتأكيدا لنجاح الجهود الوطنية المخلصة ومتبعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في المبادرات الرائدة والبرامج المتميزة في هذا المجال واضافت ان هذا الانجاز المستحق الذي عزز مكانة مملكة البحرين هو نتاج تخطيط وعمل دؤوب في ترجمة التوجيهات السامية الى واقع ايجابي ملموس اظهره تقرير الخارجية الامريكية واشادت به المنظمات الدولية واكدت معاليها ان مجلس النواب يدعم كافة المبادرات والبرامج التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان عموما وفي مجال حقوق العمالة الوافدة خصوصا وليؤكد ان مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة ومدروسة واهتمام بالغ بمجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة وبكافة المجالات والقطاعات في ظل العهد الزهر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر